السلام عليكم اليوم نبدأ في شابتر 6 نيوتن 2nd law نرى الانتروداكشن نرى الانتروداكشن نيوتن 2nd law القانون نيوتن الأول الثالث هذول وجد أنهم كافيين لدراسة الأجسام بحالة سكون أو يعني اللي ما لها تسارع أصلاً أو لها سرعة ذابتة لكن لما يتحرك الجسم أو يكون له تسارع يكون فيه تسارع يعني تغير في السرعة اتجاه ومقدار ساعتها يكون 2nd law ضروري للربط ما بينيش الحركة والقوى المؤثرة على هذا الجسم نيوتن 2nd law a particle will have an acceleration الجسيم له تسارع يتناسب مع مقدار محصلة القوى المؤثرة فيه واتجاه هذه المحصلة يتناسب مع الاثنين محصلة القوى المؤثرة هذه هذه تساوي اللي هو نسبة التغير في linear momentum اللي هو العزم الخطي نيوتن 2nd law لما تكون resultant force acting on particle محصلة القوى المؤثرة على جسيم لا تساوي الصفر هذا الجسم يكون له acceleration يتناسب مع مقدار محصلة القوى واتجاه هذه المحصلة ماذا يعني هذا الكلام لما هذا الكتلة مثلا اثرت عليها قوى F1 فهذه F1 تتناسب فالacceleration حيتناسب مع هذه القوى كانت هذه القوى كبيرة كانت في هذا الاتجاه يكون الacceleration في هذا الاتجاه وجريت عدة تجارب على عدة مقادير للقوى يعني مقدار قوى 20-30-40 يعني غيروا في المقدار لوحظ انه الacceleration دائما مهما كان الاتجاه مهما كان تجاه الفرس ويتناسب معها إذا كانت الفرس كبير فالacceleration كبير لاحظ هذه الاتجاهات لوحظ كذلك انه النسبة ما بين القوى المؤثرة على الجسم والتسارع انها دائما تساوي كمية ثابتة وهي كتلة هذا الجسم لما تكون في بارتكل كتلة M أثرت عليها قوى F هذه القوى والacceleration هذولا يعني يخطع لقانون معين اللي هو انه F تساوي M A معناها انه هذه الكتلة أثرت عليها قوى F هذه الف تساوي الماس هذه مضربة في الacceleration لاحظ هنا عندنا متجاه هذا يعني انه الاثنين ليهم اتجاه واحد لما تكون القوى المؤثرة هنا الف تساوي الصفر هذا يعني انه هذا البارتكل اللي هي الأم هنا لا تتسارع ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انها ربما تكون في حالة سكون او انها مستمرة في الحركة على خط مستقيم وبسرعة ثابتة اذا كان هذا الجسم اذا كان هذا الجسم اصلاً كان يتحرك بسرعة في زيره فهو هيستمر على هذه السرعة وعلى خط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته